لم تندمل جراحة محافظة لحجم وباء الكوليرا بعد حتى تتفاجى بمدهمة حم الظنك المرض الذي يكاد يفتك بحياة الناس ليجد أنفسهم بين فكاء الكوليرا من ناحية وحم الظنك والملاريا من ناحية أخرى هذه المدينيات تم سدافها بعد ترصد على الحالات حم الظنك موجودة في هذه المدينيات ونحن الآن بصدد حالة طوارئ للمحافظة يوسف أحد شباب قرية المقبرة التابعة لمدرية توبان هذه المدرية التي كشفت في تقرير الترصد الوباء بمكتب الصحة العامة والسكان حصولها على النصيب الأكبر من أعداد حالات الإصابة بمرض الظنك والملاريا أمس وأنا واجيش تريثلي فقعتا شعرت بلذغة فقعتا حصلت لي حمى بالليل وكذا ولحد الآن في فتور وحمى وكذا في عثار وهذا تأتي متزامنا في الغرية أكثر من مئة حالة هناك ما بين صفايح ومراريا وحمى الظنك في حالات مؤكدة حمى الظنك طبعا بعدين حتى نزلنا مرة في بيت عياض في كانت حالة هناك وفيات حالة وفيات والسبب صفايح وبوط الصفايح وأثار حمى الظنك هذا الوضع دفع ببعض المنظمات إلى عقد دورات تدريبية بهدف تشكيل فرق لاستجابة للحالة الطريقة حيث تعمل على ردم بؤار أماكن وتوالد وتكثر الحشرات الناقلة للحميات هذه الدورة الثانية التي تقام في الترصد الوبائي الدورة الأولى قيمت في الترصد الحشري للتقصي والمسح لحالات حمى الظنك في محافظة لاحق على المديريات المستهدفة لدينا في محافظة لاحق اللي هي الأربع المديريات المستهدفة مديريات ردفان بالإضافة إلى مديرية الحوطة وتوبان الدورة التي تعقد ضمن مشروع مكافحات حمى الظنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع مؤسسة العون التنمية والذي سيستمر على مدى ستة أشهر سيتم خلالها العمل على التقصي الحشري مرورا بالتثقيف الصحي وانتهاء بالرشي ووضع السياسة العلاجية وتقديم المعالجات اللازمات في إنجاح هذا المشروع في المديريات المستهدفة قد تم اختيار تقريبا خمس محافظات للتدخل فيها وهي المحافظات التي تعاني بشكل أكبر من هذه المشكلة محافظات عدن ولاحق وتعز وشبوة وكذلك حضر الموت أمراض متتالية تشهدها مدريات المحافظة وتحديد مدريات الحوطة وتوبان التي تعرضت بنياتهم التحتية للتدمير الممنهجي الرأى حرب الماليشية لتدخل في صراع مع عداء لا يرون بالعين المجردة تزيد من همومي ومعاناة مواطنيها مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق